اشتركوا في القناة 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 المري المركز الثاني اتت مياصة لسيد سيف بن عيض بن اهلال المزروحي بينهم المركز الثالث كان من نصيف شوهين لسيد سعيد بن مطالب بن محمد الرميذي ورابعا ومن حلت في المركز الرابع حملول لسيد محمد بن عوض بن سالم الكتبي خامسا كان من نصيف سلودة لسيد راشد بن سعيد بن غابرية الفلاسي ما شاء الله تحدي واثارة وانطلات رائع وجميل فيه ايضا مهرجان المرموم 2014 كما تابعت هذا الشوت الاغزيل هي من حضت ايضا على الفوز والانتصار واختطفت ايضا سيارة هذا الشوت ها هي البداية وها هي ايضا لحظات التسلل والتقاوض لاختطاف ناموس هذا الشوت تهانينه وناموس لمالك الاغزيل محمد بن علي بن حمد الفيد المري لتسقل توقيت زمني مقداره تسع دقائق ثماني وعشرين دانية اربعة اجزاء من الثانية تهانينه والناموس على هذا الفوز والانتصار مياسه اتت في المركز الثاني ادت ايضا نداء رائع وجميل حتى لم تاري لخيرة لسيد سيارة بن عيضة بن اهلال المزوعة تسقل توقيت زمني مشاهدين الاحزاء تسع دقائق ثماني وعشرين دانية وثلاثة اجزاء من الثانية بينما منحلت ثالثا مشاهدين الاحزاء في هذا الانطلاق كان من نصيب ايضا شواهين لسيد سعيد بن متر الرميثي سقلت توقيت زمني مشاهدين الاحزاء تسع دقائق وتسع وعشرين دانية وخمسة اجزاء من الثانية تهانينه وناموس لكل الفايزين بالعشر المراكز المتقدمة ترجمة نانسي قنقر